يبقى اي تغيير حكومي شكليا ما لم يرتبط مباشرة بتحولات استراتيجية ملموسة على ارض الواقع التنفيذي لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي تغيير بعض الحقائب الوزارية خطوة ضرورية في تجديد حيوية الاداء الحكومي للسلطة التنفيذية وضخ دباء جديدة من الكفاءات الوطنية الى مراكز القرار الرسمي وسدة تمثيل السلطة العليا للدولة ووفقا لمؤشرات التغييرات الوزارية التي شملت بعض الحقائب الوزارية فان المجلس الرئاسي يسعى الى تحقيق توازنات توافقية في فريق التمثيل الحكومي بما يسهم في انسجامية الاداء وتوافق الدور بين الرئاسة والحكومة وهو هدف يتناغم مع سلسلة جهود ابتدأها المجلس الرئاسي القائم على عاتق التوافق الوطني في مجموعته القيادية والذي يسعى الى توشيج هذا التوافق في مجلس الوزراء نحو توحيد القرار الرسمي والاداء التنفيذي على ارض الواقع ويأتي توحيد القرار العسكري مع نهاية موسم الهدنة الحالية رسالة واضحة على ان خطة ضم التشكيلات العسكرية وتوحيد المنظومة الامنية انما تأتي على سياق جهود المجلس الرئاسي في تهيئة العدة والعتاد للحسم العسكري المنشود خاصة بعد ان عبثت الميليشيات الحوثية بهدنة السلام الانسانية ومارست الحرب بكامل اركانها في فترتي الهدنة الاساسية والتمديدية وهو ما جعل دافع السلام كهدف اولى من تشكيل المجلس الرئاسي رهانا على السراب كما يجب ان تشمل هذه التغييرات مراجعة جادة لموازنات النفقات الرسمية والترهل في السلك الدبلوماسي ووجود سفارات يمنية في الخارج تعتبر ميتة سياسيا وتستهلك ملايين الدولارات من خزينة الدولة بلا فائدة تعود على الوطن ترجمة نانسي قنقر